طيب بسم الله معكم عبير الدوسري معيضة في جامعة ملك سعود وصابغا زي ما تفضل السيد محمد في بيت المحاضرة كنت أخصيات راني مغناطيسي بمستشفى الحرس الوطني بالرياض محاضرة بذن الله راح أغطي لكم للبراين متابولايت والسبكترم كواليتي وعود توابتين او هاي سبكترم كواليتي فأور أبجيكتفز راح نغطي تقريبا السبكترم راح ناخد دياغرام نعرف ايش السبكترم يحتوي عليه والدياغنوستيك فالوي اللي مرأس واي وي اردوين مرأس ايش اللي يستفيد الرديولوجيست بعدها راح نعرف ايش البروتون جروبز في البراين بعدها راح نغطي بعض التكنيكز زيادة عن اللي قالها السادة عبدالله سابقا في المحاضرة للووتر سابريشل والسبكترم كواليتي بعدها راح ناخد الكواليتي ونفصل فيها كيف راح نعرف كيف ناخد هاي كواليتي السبكترم بعدها راح نتعرف اكثر على الشميق لانه هو واحد من اهم الاشياء اللي ممكن نركز عليها وقت ما احنا نسوي سكانيك طيب بداية السبكترم طبعا يحتوي عندنا على اكس اكسس واي اكسس الاكس اكسس تكون تقريبا هي عبارة عن الديفرنت فريكوانسي على اكوردن للكيميكال شفت لبعض الميتابولايتس اللي موجودة عندنا مثلا في البراين او في اي اثر بارت من البادي وتقريبا هي ثابتة يعني ما تتغير اللي يكون موجود عندنا على يمين على يمين اللاين في الاكس اكسس تقريبا تكون بعض المواد اللي تكون حوالينها مار الكترون دنسيتي اروند نيوكليس واللي تكون على المار تو ذا لفت اللي لها لس الكترون دنسيتي اروند نيوكليس الواي اكسس تقريبا يكون هو يعني يدللنا على الامبلوتود أو الكنسنترات للموتابلايت نفسها الموجودة عندنا فكلما كان مور هاير معنات أننا عندنا مور كونسنترات لهذه المادة ومور لور معناتها أنها قلت وبعدين راح أشرح لكم لما نبدأ ناخد برطة الشمينج عن البيك ووتس لأنه برضو هذه من الأشياء المرة مهمة أننا نحرص عليها ورح نعرف كيف إحنا تصبح مور نورور للبيك ووتس فالدياجنوستيك فالأمارس بيكتروسكوبي أولا نعمل سبيكترو عشان ناخد دفرينشيشن بين البيك وعشان نعرف فروقات بس يعني ما نقدر ناخد مور سبسيفك يعني نحن نقول مثلا هذا كانت أوف مثلا هاي غريد غليومة إلا إذا كان مثلا معنا مثلا أكيد برفيوجون بوست كونتراست سيكوانس والكونفينشنال فورشور أمراي سيكوانس لكن ممكن نعرف يعني نحدد المكان اللي يمكن يحضو منه بايوبسي بحيث أن مثلا هذا المكان فيه مورفات هذا المكان لا فيه مور كولين معنات أنه إنديكيات الملغنة رح نعرف دفرينشيشن بين البيك وفورشور رادياشن نكروسيز في النيونيتل أو النيوبورن بابيز إذا كان عندهم برين انجلي هايبوكسيا أو اسكيميا رح نعرف إذا كان عندنا أبسس أو أني وفيه أبحاث جديدة إن السبيكتروسكبي نقدر نستخدمها في سيكاتريك ديس أوردر وبرضو في استخدامات للسبيكتروسكبي إننا نستخدمها في سيكاتريك ديس أوردر يعني دياجنوز بعض النيونيتل فالآن رح نتعرف على البريين ملكلور بريتون جروبس غالباً يعني في عندنا مين متابولايز تكون موجودة في النورمال بريين كل واحدة بالتفصيل لكن ما رح نتطول بإذن الله فيها في البداية الـ NAA اللي هي الـ Acetyl Aspectrate وهي موجود في النورمال البريين تقريباً هو الماركر لأي نورل أو أكسينال فيابلتي ودينستي معنات إذا أقل عندنا إن إحنا عندنا خلنا نقول أقل خلايا عصبية موجودة عندنا بالبريين معنات إن في شيء ماليقنت قاعد ينمو في البريين في حال إن إحنا ما كان موجود عندنا البريك هذا يعني حطينا الفوكسل ما كان موجود معنات إن في عندنا أذر تيشو يعني هذا اللي إحنا حطينا على الفوكسل جاي سواء من تأسسس أو من جيوميس بعدها عندنا الكرياتينين وهي ماركر من الانرجياتي ميتابوليزم وتقريباً الكرياتينين الـ Concentration Very constant يعني الـ Concentration حقه في البريين ويستخدم as internal reference زي ما إحنا شايفين عندنا بالصورة هنا الـ Hunter angle هذي angle يستخدمونها الـ Radiologist عساس يعرفون ratio بين بعض المتابلات الموجودة عندنا مثلاً يشفون NA to the creatinine في استخدم الكرياتينين في استخدم الكرياتينين دائماً ودائماً يقل الـ Beak أو الـ Amplitude حق الكرياتينين في حالة إننا في البريين في تيوملز بعدها عندنا الكولين which is cellular proliferation كل ما زاد كل ما زاد بالكولين معنات أن إحنا عندنا المالغنانستي تيشو في البريين فدائماً لما نحط الفوكسل على إلي إحنا عارفين أن هذا التيومر رح نلقى الكرياتينين very high more than other metabolites الموجودة عندنا في عندنا بعض المتابلات ما نقدر نشوفها إلا إذا سوينا short TE اخترنا مثلاً single أو multi voxel ك short TE بعدها راح تبال لنا عندنا مثال كاللبت which is resonate عندهم على 2.9 bpm و 1.3 bpm فوجود الليبت معنات أن ممكن يكون عندنا cellular membrane breakdown أو نيكروسيس أو ممكن يكون كميتاساسيس أو فغالباً في النور ما البرين ما رح نشوف الليبت بس ممكن نشوف الليبت في حال إن إحنا حطينا الفوكسل حقنا على مكان near to the skull فراح يطلع لنا البيك حق الليبت فأحياناً مو لنا indicate كبثولوجي أحياناً إحنا location حق الفوكسل اللي حطناه في مكان فيه لبت فطلع لنا البيك اللي بعده الليكتايت الليكتايت one of the metabolites اللي يعطينا double peaks وتقريباً لو تلاحظون مكانه على one point three three near to the lipids أو خلنا نقول أصلاً على بعض وبرضو هو نفس الليبت ما رح نقدر نشوفه في النورمال برين فغالباً فأحياناً ينطلب أن يكون very short te و intermediate why باث نسويها؟ لأنه لما يكون فيه lipids و lactate يصيرون overlap each other المفترض أن نحن نسوي ال intermediate عشان يصير فيه inverted بيك لل lactate عشان نعرف مكانه بالضبط فال lipids بيكون up to the baseline وال lactate بيصير inverted في ال intermediate te بعدها عندنا الألانين which is برضو نفس اللي قاعد يصير معا lactate doubled بيك و inverted في ال intermediate ويكون elevated في حالنا ال patient عنده meningiomas الميونستول which is one of the metabolites اللي ما رح يبال لنا إلا في short te تقريباً يعني يظهر لنا البيك في حالنا في انفلميشن أو في حال الزهايمر disease because إنا ربريزنت the breakdown of the product of the myelin sheets آخر شي اللي هي الجي الأكس أو الجابة تقريباً هي المستابندن نيرو ترانزميتر in the brain فراح نشوفها برضو عندنا لو أخذنا short te فنورمالي لما نحن نجي نسوي spectroscopي الأفضل أن نحن ناخد as a reference voxib يعني نحطها في مكان normal وبعدين نحط abnormal على اساس الراديولوجست يعرف إيش الأشياء اللي كانت أصلا as a reference في normal ويقارنها باللي صار في abnormal صار في increase or decrease الآن الآن رح نبدأ في المعارس تكنيك غطالنا السادة بدل أعطيه العافية بالسيكونس as a system وبريس وعرفنا الفرقات ما بينهم وعرفنا كمان عن different between الإيكوتايم والداتا أكوزيشن as a single or multi رح نغطي الووتر سابريشن و high quality spectrum طبعاً وش أهمية الووتر سابريشن الووتر very highest peak تقريباً بعشرة ألاف مرة من الأذر متوبولاتس الموجودة في البرين فوي هاف تو سابريشن عشان نقدر نشوف الأذر متوبولاتس طب كيف نعمل لها سابريشن التكنيك المستخدم اللي هو اسمه CHESS chemical shift selective سابريشن we will have a presaturation RF pulse يكون الـ RF pulse هذا فيه selective bandwidth frequency للفركونسي حق الووتر و نعطي الـ RF على 90 degree بعد ما نعطي الـ RF رح نسوي spoiled gradient على transfer to the phase signal حق الووتر عشان ما ناخد signal حق الووتر نعملها 3 times وبعدها رح نبدأ السيكونس عادية مثلاً نستخدم كميكال البريس سيكونس فبس يكون في عندنا زي saturation pulse زي اللي نعمل تقريباً مع الفاث ساتوريشن في one of the technique للفاث ساتوريشن رح نسوي للووتر سابريست غالباً لما نحنا نبدأ scanning في الـ clinical على السكانر دائماً تلاحظون ان يصير عندنا زي pre-adjustment للمشين ويعطينا زي برسنتج انه الووتر سابريشن الآن مثلاً 90% 80% الأفضل ما نمشي سيكونس إلا إذا شفنا يعني ما يقل عن 80 85% من الووتر سابريشن الآن رح نعرف how to obtain a high quality spectroscopy غالباً في عندنا فاكتور تأثر لي على احد الأشياء اللي هي location حق الفوكسل لما نحطه طب إحنا لما نحط الفوكسل we have to avoid many things اللي هي skill because إحنا عندنا lipid أو fat حوالين الbrain في المنينجيز فلما إحنا we have to avoid it لانا لو ما بعدنا عنها راح نشوف lipid contamination تطلع لنا فيخرب لنا باقي spectrum أو blood أو مثلاً air because إنا ممكن تصير لنا زي sustainability يعني يجينا بسبب وجود blood لان البلد في hemi-irons بارا ماجناتك content أو air لو قربنا مثلاً من frontal sinuses من other sinuses راح يصير في contaminated air وفي حال إن نحنا قربنا مثلاً one of the ventricles راح نشوف CSF ممكن برضو يسببنا stability و lose of SNR وفي حال كان في عندنا متال أو uncalcific classification area ففرست we have to take care the location مثلاً قاعدين نشوفون هنا واحد من الصور أنه قاعد يورينا أنه وين الـ areas اللي في البراين يكون فيها الhomogeneity حقية الـ brain فيها مشاكل لو تلاحظوا مثلاً هنا عندنا في frontal sinuses the base of the skull غالباً هي أحد الـ areas أو حتى near to the زي ما قلت the skull في عندنا different بيكون في عندنا in-homogeneity area هذا مثال one of the spectroscopy كان عندنا هنا homerid area فلو نلاحظ very noisy spectro وبرضو كان عندنا lipid beak very high lipid beak فممكن أن indicate the pathology وممكن أن كان مكان الفوكسل غلط فإحنا as a technology we have to take care of the spectrum بعد ما يطلع نشيك عليها ممكن ناخذ other area بحيث أنه ممكن أن نحنا دخلنا بالغلط lipids وهي أصميم وجودة في اللوكاشة اللي حنا حطينا واحدة من الأشياء اللي ممكن ساعدنا أن نحنا ممكن نحط saturation bands حوالين scale عساسي شي لنا lipid contamination اللي هو SNR طبعاً SNR يعني نحنا لازم ننتبه له أول شيء الأشياء اللي يتأثر لي في SNR الفوكسل سايز في الدفولت سيكونس لما نسحبها وتماتيك لي هي تعطينا 20 في 20 في 20 مليمتر أو 2 سنتيمتر لكل الأبعاد في حال إن نحنا بغينا ننقصها عساس مثلاً نقعدين نسوي نحطها في سباين نبغى نحطها في نحطها في أو النقص وفورشور إحنا لو استخدمنا البريس سيكونس تعطينا هاير SNR ذان الاستيم وبرضو ثري تسلا فورشور تعطينا مارس ناءذان الوان بوان 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 تسلا فغالباً لو نلاحظوا النقص راح نزيدها ما راح نزيدها زي في الكونونشنال سيكونس وان تو تي راح نزيدها زي كأنها زيادة ميتريكس فتزياد عندنا الـ لأننا نحن نغطي 1 Voxel فهذا كانت فيه experiment كنا نفوينها في الحرس على GE 1.5 Tesla استخدمنا هنا Very Short TE Single Voxel كانت كلها 20 ومشينا الـ Nex 128 فلما نقصنا الـ Voxel Size إلى 15 ونفس الـ Nex ما غيرنا لو لاحظوا الـ Noise اللي صار لنا ففي حال أننا أخذنا الـ 15 هذه نفسها لكن زدنا الـ Nex إلى 320 راح نلاحظوا أن الـ Noise قل وبانة الـ Bex عندنا أفضل وهكذا هنا برضو نقصنا الـ Voxel Size إلى 10 على نفس الـ Nex برضو Noise فلم نزيده طبعا لازم نحط بالاعتبار الـ Time والـ Patient Condition عندنا ففي حال الـ Patient عندنا لما تحمل ممكن أن نحن ويجي بس فور كلها علشان بس نعطي يعني الـ Radiologist هاي كواليتي سبكترسكوبي طيب الآخر فاكتور وهنا راح تصير طبعا وش الخطورة أصلا أو الأثار اللي تترتب على الأنا لما يكون عندي بارد ممكن يصير مختلفة بين الـ متابولاتس عندي في الـ مثلا زي الكرياتين ونكولين يكونون ممكن يجتمعهم في بسبب أنه توفى عندي طبعا نحن راح نعمل 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 ونشوف عندنا الـ راح أعلمكم شون نعرف أو نعملها مانوالي طيب كيف راح نعرف في عندنا كونسبت عشان لتتركب الـ بالتركب الـ وطيب الـ أو المفترض أننا لم نمشي إلا أن الجهاز يعطينا بالتركب الـ إذا كنا نستطيع الـ وصنع تقريبا الـ والمالت وفي حالة ثلاثة وخمس وعشرين طبعا هذا من سيمينس مانوال حق سيمينس فالمفترض أن بالتركب الـ تكون كم قد مستقيمة وطيب الـ مالأة كم قد مستقيمة في حالة كان بدنا وطيب الـ أو مالأة وطيب الـ راح تتحول ك بالتركب الـ للتركب الـ بيكون ملت في حالة كل ما أصبح مارغة كل ما أصبح أقل فكيف نحن نقدر نعملها كان هناك مشارة عملتها خلال تحضير المطلق مع سيد عبدالله الحاطي و سيد زياد المطلق كيف تحضير المطلق في حال إننا حطينا الوكسل لأكثر مزيدة أو نقول الأكثر مزيدة مزيدة أو مزيدة في السجل فكان لدينا مختلفة أجلية وعملنا لهم هذا أجل من أجل الأجل في البيتفاع القرية وحطينا الوكسل لأكثر إلى التصويت البيتفاع القرية لما عملنا الأوتو شيمينج أعطانا الفل وثاف ماكسمو 28 هيرتز ولو لاحب أنه كان في عندنا بوردنينج في البيك وهنا بين الكولين والكرياتينين تقريبا في شوية أورلاب فحاولنا نسوي أجسمنت للمانيو والشيمينج ووصلناه إلى 17 نقصنا وانا قلت لكم أن يكون أس مولاً أس بوسبل الفل وثاف ماكسمو وعطانا هاير كوليتي للسبكتروسكوبي وهذا أخر إجزامبل للسريبلوم لأن هنا عندنا منطقة فيها CSF في عندنا بون فيصير فيه انترفيرنس بين البرينتيشو والبون فتقريباً كان 20.5 وصلناها إلى 15.5 طبعاً كيف طريقة الأجسمنت للمانيو والشيمينج هذا إجزامبل على سيمينز ممكن بعد ما نسوي بعد ما نسوي رننج للسيكونس ونشوف الفل وثاف ماكسمو أعطانا إياها رقب مرة كبير مهو الستاندر راح نوقف السيكونس وراح نروح من منيو أوبشن أجسمنت نسوي انفلاديت نمسح زي ريسة كل البريبيس أجسمنت اللي سوها على الأوتوماتيك شيم ونسوي أجس من جديد من الويندو اللي مكتبة عليها شو بعدها نروح الويندو الانتر آكتف شيم وراح نشوف عندنا وراح نشوف عندنا وراح نشوف عندنا وراح نشوف الأرقام وراح نشوف الأرقام وتماتيك راح تشوفونها تتحدث وربعا فنعمل نعمل متجر أساسا أنها تطلع لنا الريدينج بعدها راح نجي على الـ X وال-Y وزد الريكشن على 3-gradient راح نعمل offset للgradient وراح نسوي بلس وماينس كل مرة نزيد أو نقص خلاص هي صراحة ما فيها رول نحن نبدأ لك نحن ممكن نبدأ ك-X ونزيد نشوف إذا الرقم قاعد ينقص خلاص ممكن نكمل عليها في حال أنه وقف معد صار يزيد نروح نعمل الـ Y-axis أو Z-axis ونروح نشوف لأنه ينقص لنا الفلوثها فيماكسيوم إلى أقل رقم ممكن نصلوا وهنا راح نشوفها تزيد ففي حال أنه نحن خلاص جاءت القراءة اللي يعني وقفنا عندها وكانت يعني شفناها أفضل شي راح نعمل best-chim وبعدها apply ونمشي sequence فكانت هذه الطريقة تقريباً اللي استخدمناها في عندكم reference semence manual و thanks وفي حال وجود أي أسئلة تكتبونها بالcomment بإذن الله راح نجاوبها آخر شي الآن بيكمل معاكم أستاذ عبدالله للpost-processing ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر